اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ رئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة اكد ضرورة البناء على ما تحقق بمسارات العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص وبما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الصديقين لا سيما في المجال البيئي وبما يحقق التطلعات المشتركة جاء ذلك على هامش اجتماع سعادته مع السيد كوستس كاديس وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي والذي يرافق الرئيس أنستازيات في زيارته الرسمية إلى المملكة منوها سعادته بأن تطوير العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص في المجال البيئي سيحقق النقلة النوعية تعكس تطور ومتانة العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين من جانبه اكد وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة القبرصي تطلع للبناء على نتائج الاجتماع مشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور حول الأمور البيئية وتبادل الخبرات في إطار العلاقات الثنائية القوية التي تجمع البلدين الصديقين شكل الاجتماع فرصة لتبادل وجهة النظر إزاء العديد من الموضوعات التي تهم الطرفين وتم استعراض الجهود التي تبدلها مملكة البحرين من أجل حماية البيئة والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها كما تم تطرق لمختلف التزامات البيئة التي طبقتها مملكة البحرين ضمن سعيها المستمر لتعزيز التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات التغير المناخي وتم أيضا التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وضرورة مضاعفتها في ظل ازدياد خطورة هذه الظاهرة على المستوى العالمي كما استعرضنا أبرز الجهود في البلدين الصديقين للحفاظ على البيئة حيث تم التطرق لتجارب المتبعة في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر